موسيقى كان من المفترض أن تكون الجامعات أكثر الأماكن أمنا بالنسبة للطلبة لكن يدى الاحتلال وبطشه يصل حتى للمؤسسات التعليمية هذه هي آثار الخراب الذي خلفها جيش الاحتلال في مقر مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بيرزيت بعدما اقتحمها فجر اليوم واعتقل ثمانية من الطلبة سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات يمارسها جيش الاحتلال في الجامعة والتي كان آخرها اعتقال رئيس مجلس اتحاد الطلبة عبد المجيد حسن كما اعتقلت سبع الطلاب آخرين بعد محاصرة الجامعة بأكثر من خمسين آلية عسكرية الاحتلال ما بميز بين جامعات أو مساجد أو أي دور ثانية الاحتلال الهمجي قبل عشرين يوم تقريبا أو أكثر تم اختطاف الإخوة أسامة عمر بعيرات ومعتصم إرمان وعلى الرغم من وصول تعهدات كثيرة بعد اعتصامات ماضية بأن السلطة لن تلاحق طلبة الجامعة فبعد اعتقالهم وضربهم هاي الاتفاقيات عرض الحائط اضطروا الإخوة خوفا من اعتقال السلطة أنهم يجوا للجامعة ويقعدوا فيها لأنه في الفترة اللي كانوا فيها بر الجامعة كانوا معرضين لأي لحظة من اعتقال لدى السلطة يحاول الاحتلال بشتى الطرق كسر عزيمة الحركات الطلابية في الجامعات كونها تؤثر بشكل كبير على الحالة النضالية في الشارع الفلسطيني عبر شن حملات الاعتقال بذرائع واهية تتعلق بعمله من نقابي والطلابي اعتقال أخوتنا في الكتلة الإسلامية من حرم جامعة بيرزيت هو استمرار الهجم الشرس اللي بتنفذها قوات الاحتلال بحق طلب الجامعة بيرزيت من اعتقالات مستمرة صلى أكثر من شهر طالت العديد من طلب الجامعة بيرزيت من كافة الفصائل إن كان هذا الشيء يدل على شيء فهو يدل على أن جامعة بيرزيت كانت وما زالت وستطبقى خير نبراس للعمل المقاوم والعمل النقابي في كافة ترجاع الوطن يعتقل الاحتلال الإسرائيلي في سجونه أكثر من 85 طالبا من جامعة بيرزيت وفي آخر خمس سنوات تعرضت الجامعة لثمان هجمات واقتحامات مختلفة محامي الجامعة منذ اللحظة الأولى عمل على التواصل مع السلطات المعنية في هذا الشأن ويتابع هذا الموضوع ساعة بساعة وسوف يقدم الحماية والمساعدة القانونية المطلوبة لهذا الموضوع ونحن لن نتخلى عن طلبتنا سواء المعتقلين حاليا أو الطلبة الآخرين كون الجامعة تقدم الخدمة القانونية بشكل دائم ومستمر لكل من يعتقل من طلبة الجامعة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي يذكر أن ما جرى يشكل انتهاكاً كبيراً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية من مدينة رامالله حنين قواريق لشبكة وطن الإعلامية اشتركوا في القناة